بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة التطبيق الثاني من تطبيقات التكامل محدد وهو في حساب الحجوم الدوراني فإذا دارت منطقة في المستوي حول المحور إذا عندي منطقة تقع في المستوي ولتكون مثلا هذه المنطقة محددة من الأعلى بوسط المنحن Y تساوي إلى FX والمحور OX والمستقيم الرأسي المستقيم الرأسي الأول هو X يساوي A والمستقيم الرأسي الثاني هو X يساوي إلى B هذه هي المنطقة R إذا دارت هذه المنطقة حول المحور OX لنتج لدينا مجسم دوراني حجم هذا المجسم يمكن إعطاؤه بالنظرية التالية الآن إذا كانت عندي ذالة FX إذا كان لدينا ذالة FX متصلة على الفترة المغلقة AB وكانت R هي المنطقة الموجودة في الشكل هي المنطقة تحت المستوي فوق المحور OX والمستقيم الرأسيان عندئذ إذا دارت هذه المنطقة حول المحور فإن الحجم الناتج عن الدوران يعطى بالعلاقة التالية الآن لو وضحنا حتى نفهم هذه العلاقة بشكل جيد لو أخذنا المنحنة هو عبارة عن قطعة مستقيمة Y تساوي إلى FX عبارة عن قطعة مستقيمة C عندئذ فالمنطقة المحصولة بين X يساوي A و X يساوي B تصبح لديه عبارة عن مستطيل إذا دار المستطيل حول المحور OX لن نرسم لديه عبارة عن أسطوانة دائرية زي علبة الحليم الآن إذا رسمنا مستطيل قاعدة هذا المستطيل هو DX إذا قاعدته هي DX لو أخذنا هذا المستطيل الآن إذا دار هذا المستطيل فسيرسم لي قرص دائري قرص دائري إذن لن يرسم دائرة وإنما سيرسم قرص دائري ذات سماكة سماكة هذه القرص هو DX حجم القرص الدائري هي مساحة القاعدة ضرب السماكة إذن مساحة القاعدة ضرب السماكة طيب القاعدة هي عبارة عن دائرة نحن نعلم أنه مساحة الدائرة هي π.R. تربيع ضرب السماكة ضرب dx لأن من هي الر؟ الر هذه هي المسافة من هنا إلى هنا نصف القطر هو هذا الطول ولكن المسافة من هنا إلى هنا ما هي إلا هذه المسافة ما هي إلا F.X إذن هذا هو R إذن وبالتالي لو جئنا إلى هنا حصلنا على حجم القرص الدائري هو π.F.X نصف القطر للتربيع ضرب السماكة dx إذن هذه وضعناها هنا الآن هذا ما هو إلا حجم القرص الدائري الذي سماكته هي dx هذا إذا كانت الدوران يتم حول المحور O.X للمنطقة R من A إلى B الآن ممكن أن أعطي إرشادات لإيجاد الحجم الدوراني أول شيء نرسم المنطقة المراد إيجاد حجومة ثم أرسم مستطيل هنا قاعدة المستطيل هي dx إذا الدوران حول O.X طيب وقاعدته تكون dy إذا كان الدوران حول O.Y إذن محور الدوران هو اللي بيحدد لمن هي قاعدة المستطيل dx إذا الدوران حول O.X وdy إذا كان الدوران حول O.Y أهم خطوة هي الخطوة الثالثة يجب كتابة صيغة نصف القطر بدلالة X إذا كان السماكة dx يعني يجب أن أكتب Y تساوي إلى F.X إذن هنا النصف القطر مكتوب بدلالة X فقط فقط بدلالة X بدلالة X فقط إذا كان الدوران حول O.X وبدلالة O.Y فقط إذا كان الدوران أي يجب أن يكون X يساوي إلى G.Y هذا إذا كان أو F.Y إذا كان الدوران حول المحور O.Y آخر خطوة أحسب حجم القرص الدوراني حجم القرص هو باي بنصف القطر للتربيع ضرب السماكة السماكة طبعا هنا النصف القطر هو إما F.X وإما F.Y حسب ما يكون الدوران والسماكة إما D.X وإما D.Y حسب الدوران فالآن ممكن إعطاء الملاحظة التالية إذا دارت المنطقة حول O.R حول المحور O.Y فإن الدستور الحجم يعطى بهذا الشكل هذا إذا دارت المنطقة حول المحور O.Y والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمنطقة على الudes